أكد معاون مدير المخيم المركزي في عمرية الفلوجة حق المناع أنه تم إخلاء ثلاثة مخيمات عشوائية مبينا أن النازحين الذين تهدمت دورهم في العمليات العسكرية يتعذر عليهم العودة في الوقت الحاضر نحن لدينا 34 مخيم في مخيم العمرية الصمود 34 مخيم وثلاثة مخيمات وثلاثة مخيمات وثلاثة عشوائيات شنان خلالها صار عندنا 31 مخيم السعاني نظاميات هذه داخل المخيم عندنا أكثر من 20 ألف نسمة داخل المخيم العامرية المركزي العوائل اللي بغت أكثر عندها شغلات أمنية عشائرية وبعض الناس كانوا يتماعدنا قاعدين هما داخل المخيم هنا يقول لك عايشين على الله ثم على المساعدات اللي تجينا من الدول المانحة العملية العودة للنازحين اللي هي عودة طوعية المنطقة محررة وما عندها شيء رجع البيت جاءت غيرات عملية الأنبار والشرق الأنبار للمخيم العامرية المركزي ورجعهم تقريبا عندنا ألف وشوية عائلة ترجمة نانسي قنقر